الارقام دي نبدأ ناخد بقى مهندسينا الاعزاء نبدأ ناخد مثال لو انا عندي لود اربعين كيفي اي وعايز احسب الكابل الخاص بي هذا الكابل الخاص بي هذا الحمل الحمل ده طبعا سري فيز بابدأ اشوف انا عايز احدد الكروس سيكشن اريا وعايز احدد احنا قلنا الاي كابل لازم احدد الاي كابل بحددها بقيمة السيركت بريكر اللي انا اخترته النهائي مقسومة على مقسومة على الدي ريتنج فاكتور لو انا عندي ده سري فيز طبعا انا عارف ان انا باخد الاي ريتد اللي هو الطيار المسحوب بهذا الحمل اللي هو اربعين كيفي اي هتساوي اربعين بضربها في واحد ونص في شباب مش فاكرين انا في عندي رقمين بضرب مرة في واحد ونص وبضرب في اربعة ونص ده حسابات على السريع طب الواحد ونص دي جات من فين ان انا بقسم الف مقسومة على جزر تلاتة في في تلتمية وتمانين لو انا اسمت الف على جزر تلاتة في تلتمية وتمانين هتديني واحد ونص اما في حالة السنجل فيز بقسم الف على متين وعشرين بتديني اربعة ونص انا لو عايز احسب على السريع باخد الكيفي اي بضربها في واحد ونص في حالة سري فيز وبضربها في اربعة ونص في حالة السنجل فيز ع فهي حسب الستاندرد هطلع عندي الأنبير بتاع السريكيت بريكر خمسة وسبعين طبعا انا ما عنديش سياركيت بريكر خمسة وسبعين عشان كده انا جيبته الجادول ده انا عندي تلاتة وستين وتمانين اروح ليه بريكر التمانين يبقى سيركيت بريكر تمانين انا خلاص عرفت المعد لكل الشباب حفظوا ان الاي كيبل بتساوي السيركيت بريكر اللي انا اختارته ده اللي هو التمانين مقسوم على الدريتنج فاكتور هو بيقول لي والله الكابل ده موجود في الهوى عند درجة حرارة خمسين والعزل بتاعه بي في سي يبقى الدريتنج فاكتور هيطلع زي ما شوفنا في الجدول تمام اتنين وتمانين في المية او اتنين وتمانين من المية يبقى تمانين يبقى الاي كابل هيساوي تمانين اللي هو Sekit Breaker مقسوم على اتنين وتمانين من المية يطلع الامبير باسبعة وتسعين امبير الاي كابل سبعة وتسعين امبير هروح لجداول السويدي ودي حتة مهمة جدا مش هجيب الرقم ده الكابل كده وخلاص انا طلعت الامبير المسحوب بهذا الكابل او الاي كابل تمام بسبعة وتسعين امبير هروح لالجداول ده جدول السويدي يا شباب حفزنا شكل الجدول بروح انا امشي في الليد ان في اير ياتنين وسبعين اربعة وتسعين طبعا انا مقيمة بتاعتي ضلعة سبعة وتسعين طيب اربعة وتسعين مية وعشرة يبقى هروح لمين هروح للاقرب هروح هلاقي اربعة وتسعين اقدر اروح هلاقي الكابل اريا بتاعته خمسة وعشرين خمسة وعشرين يبقى انا هقول والله من الجداول انه هجيب الكابل ده الكور بتاعه زي ما مكتوب في الجدول كده اهو من فوق. هنا درجة حرارة سبعين. البي بي في سي بي في سي والعزل تمام الكور ده المادة دي كبر يبقى انا هقولي التوصيف بتاع الكابل سي يو القلب الكور نحاس البي في سي الانسيوليشن بي في سي ده عبارة عن كور هو كتب لي هناك فور كور يبقى اربعة في خمسة وعشرين واحنا قلنا الخمسة والستاشر والخمسة وعشرين والخمسة وتلاتين القرس بتاعهم كام ستاشر ممتاز ممتاز جدا يا شباب تعالوا ناخد مثال تاني بيقول لي مطلوب تصميم لوحة كهرباء لتغزية تلات مواتير قدرة الموتور الواحد تلاتين حصان وكذلك عرض اثنين موتور قدرة الموتور الواحد عشرين حصان تمام كل الكابلات تمام مع العلم ان الكابلات كلها على حامل كابلات واحد انا باخد خلاص حفظت بقى انا اعرف احل زي الصاروخ تلاتين هورس باور هم عددهم تلاتة يبقى الاي ريت التلاتين في واحد ونص عرفنا الواحد ونص عبارة الف على جزر تلاتة في تلتمية وتمانين تطلع تلاتين في واحد ونص بخمسة واربين امبير ايوة كده على السريع واضربها في سيركت بريكر بستة وخمسين واروح للجدول اختار اقرب سيركت بريكر للستة وخمسين هلاقيه التلاتة وستين وعوض في معادلة الكابل الاي كيب والعبارة عن السيركت بريكر على الدريتنج فاكتور التمبريتشر خمسين والبي بي بي سي بقى احنا برضو هناخد نفس اللي خدناها المسألة اللي فاتت اتنين وتمانين من مية الدريتنج فاكتور يبقى تلاتة وستين على اتنين وتمانين من مية يطلع سبعة وسبعين امبير هجري بسرعة اروح لكابلات السويدي سبعة احنا شفناه سبعة وسبعين امبير هروح للجدول اللد ان فري اير فيه عند تلاتة وخمسين اتنين وسبعين اربعة وتمانين يبقى هاخد Jungle launcher الاقي الكابل بتاعي عبارة عن ستاشر ملمتري تربيعي يبقى هو عبارة عن كابل سي يو بي في سي على بي في سي اربعة في ست chuckر وقلنا الارس بتاعه ستاشر ده بالنسبة للمطور المطور الكام التلاتين حوصان المطور التاني عشرين حوصان نفس القصة 22.150 و31.30% يطلع 37.1%. اقس من الاربعين على الانبير بتاعي 50 امبير. اجري اروح على كابلات السويدي يا إنsama عندي الكابل من 3950 وانا كان لكم الكباب 50 قريباق единsight 53 بعد كابلة هيبقى 10 يبقى هيبقى سيو على بيفي سي على بيفي سي يعني هيبقى اربعة فعشرة زائد عشرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى اكون فت المهندسين جميعا بهذه المحاضرة ونسألكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته